يعني لنكن صالحين القوة الصاروخية التي يمتلك حزب الله حسب التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية كان منفترض أن تكون أكبر من ذلك بكثير تكون أكثر دقة وهذا الذي قرأناه خلال الخمس سنوات الماضية بأن حزب الله كان يمرر وكان هناك جسر بري بين طهران دمشق بيروت وأن هناك مترسانة كبيرة جدا من الصواريخ ولكن لغاية لأن هذه الصواريخ لم تصب على الأقل هذا الذي رأينا لم تصب أي من الأماكن التي يمكن أن تؤدي إلى تأثير مثلا الميناء مثلا محطة الكهرباء مثلا الأبراج العالية مثلا الطرقات أو الجسور مثلا المناطق الصناعية بشكل مباشر وتؤدي إلى انفجار حتى الرؤوس التفجيرية التي تم استخدامها لم تكن بذاك التأثير طبعا لا أعلم بخصوص المناطق العسكرية الإسرائيلية أو التي يتحدث عن حزب الله التي تتعلق بالمراكز العسكرية ولكن لم نسمع عن إصابات أو قتل من الجانب الإسرائيلي لغاية الآن وهذا له سببين الأول لربما حزب الله لا يريد بكل بساطة أن يستخدم ترسانته كلها ويريد أن ينطفر لأن هذه العملية هي عملية تصعيدية وليست عملية حرب مفتوحة كل شخص يلقي بكل أوزاره في هذه الحرب والسبب الثاني لربما بأن الجانب الإسرائيلي ينجح باستياد هذه الصواريخ باستخدام القبة الحديدية ومقلاع داود وأيضا صاروخ حتس وهذه التكنولوجيا حقيقة أنفقت عليها الولايات المتحدة مليارات نعم مليارات الدولارات وذلك لتحسينها أما ما تمتلكه إسرائيل من قدرات فهو معلوم للجميع ليس فقط إسرائيل ولكن أيضا بالشكل الولايات المتحدة التي تساعد إسرائيل استخباراتيا بالأقمار الصناعية بالمعلومات بغض النظر عن كيف تساعد الولايات المتحدة كيف عرفنا ذلك لأنه حسب الاتفاق الأرشليمي أو اتفاق أرشليم الذي وقع بين لبيد عندما كان رئيسا للوزراء وبين بايدن عندما كان رئيسا أو مازال رئيسا للولايات المتحدة الاتفاق يقول كالتالي على الولايات المتحدة أن تعطي إسرائيل كل المخزون العسكري الذي بحوزتها وفالك للدفاع عن نفسها في حالة طلبة إسرائيل فالك للدفاع عن نفسها هذا أنه معنى سامي بأن الولايات المتحدة مضطرة أن تعطي الإسرائيليين كل شيء من الدبوس ولغاية آخر المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها من الأقمار الصناعية إضافة طبعا إلى الترسانة التي تريدها الولايات المتحدة في هذه المعركة لم تعطي إسرائيل ما كانت تبغيه وهي الصواريخ القادر على اختراق الملاجئ الدقيقة أو المحفورة في داد تحت الأرض ولأنها كانت تخشب أن إسرائيل يمكن أن تسخدمها في ضرب المفاعل في إنشاءات النووية الإيرانية واكتفت بمجموعة قليلة جدا من هذه الصواريخ التي أعطيتها ذلك لتدمير الأنفاق عند حماس في قطاع غزة ولم تعطيها أكثر من ذلك واعترض بين يمين التانيهم مرارا حول عدم إعطاءه وقالوا له أن ذلك سوف يكون لغاية الآن غير مجدي وهذا الوقت ليس مناسبا وتلكأوا كثيرا بهذه المسألة ولكن لا حزب الله يستخدم كل ترسانته ولعموماً إسرائيل يستخدمت كل ترسانته القادرة على تدمير كل شيء في لبنان كما توعد بذلك من يمين التانيوه وقائد جيشه وكلهم وبالتالي الأمور ما زالت بحاجة إلى العديد من المحطات القادمة وذلك لاستخدام أوزار الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر